اشتركوا في القناة وان كانت امك حية تسلم عليها وتقول يم انت راضي عني ولا لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال رضى الله من رضى الوالدين اسألك بالله ان ما قدرت تسأله واستحيت منه رسل الله رسالة رسل الله رسالة ترابوك اليوم حية انا اجزم لابوهم الان ميت ولا امهم ميت والله يتبنى ابوه اليوم موجود حتى يكرمه يتبنى امه اليوم موجوده حتى يخرج من هذا المخيم لكي يسلم عليها ويقبل رأسها ويادها ويضمها ويشم رايحتها اني والله على يقين ان بعضا اليوم وان كان عمره في السبعين يتبنى ان امه موجودة والله لو كان في الثمانين يتبنى امه موجودة يتمنى أن يخرج من هذا المقيم وهذا المكلم يتمنى أن يجد عملا صالحا يقدمه فأنت يا من أنعم الله عليك بوجود والديك اتق الله تقطعهم من أجل الدنيا اتق الله ان تقطعهم من أجل الدنيا اتق الله اصبر والله لو آذوك والله لو فعلوا بك أحسن إليهم انفق عليهم ابذل لهم تصدق عنهم اعمل صالحا لوالديك وإن كانوا أمواتا فإياك والله فالبر بعد الوفاة أعظم أيضا البر للوالدين أعظم فوالله والدك إن كان حي وأنت في خير أبير له مسجد تخيل فرحة والدك يوم يشوف هذا المسجد أو هذا البئر أو هذه الكفالة وهذا العمل الصالح فوالله لن يفعلها إنسان يحسن لوالده بالصدقات وهو يقصر في حقه مستحيل وتذكر أنت ومالك لأبيك وتذكر أن والدك لأقى من الصعاد ما لا يعلم إلا الله تذكر أن والدك لأقى من الصعاد ما لا يعلم إلا الله